مسهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الرائعة والأكثر من رائعة اللي راح اتكلم فيها عن كأس بطولة العرب بين الاتحاد الاتي النمور الوحوش اللي هم قدها بإذن الله تعالى ونادي الرجاء المغربي اللي انتم متخيلين انه من اكثر من خمسطعشر سنة بالتمام والكمال اكثر من خمسطعشر سنة ستعشر سنة ولا نادي سعودي حقق هذه البطولة مسهم حيهم يا مرحبا مليون حياكم الله اخواني وحبايبي وتاج راسي يا رباه كيف ان الوقت يمشي وكيف ان الزمن يمشي بسرعة ستعشر سنة بالتمام والكمال من ان اخر نادي سعودي احرز هذه البطولة ومين كان هذا النادي تذكرون لما تذكرون كان نادي الاتحاد وقتها كان يلعب الاسطورة محمد نور وهو اللي رفع الكاس هل راح يحقق الاتحاد البطولة بحيث ان يكون اخر فريق حصل عليها وبعد الغياب هذا كله اول فريق يحصل عليها تمنياتنا القلبية ما في شكل النمور وهم قدها والله العظيم انتوا قدها امنوا بنفسكم حطوا ثقتكم كلها برب العالمين وبانفسكم باذن الله باذن الله انكم ترجعون بالسلامة بالكاس الغالي علينا كلنا باذن الواحد لاحد والفرحة تصير فرحتين كم كم هو محتاج جمهور الاتحاد لهذه البطولة معنويا قسم بالله محتاجينها من زمان ما ما استأنسة وما سهرة وما رقصة وما غنة وما استطربة وفرح على بطولة مثل هذه البطولة يستاهلون باذن الله باذن الله ثقتنا فيكم كبيرة والله وانا شوف هذه الجماهير الكبيرة هذه الجماهير الرائعة اللي فيها الصغير فيها الكبير فيها الشاب فيها الكل اقول يا رب اقول من خاطري والله يا رب العالمين لا تكسر لهم خاطر يا رب العالمين لا تكسر لهم خاطر وباذن الله تعالى باذن الله تعالى الكاس يكون من نصيب الاتحاد بتكلم كثير خاصة ان الجائزة 22 مليون تقريبا وال22 مليون هذه راح تساهم في سداد الديون دفع رواتب اللاعبين تعدل الميزانية ما بقول المايلة اللي شوية ها خاصة بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية ودفع المستحقات فمبلغ جيد غير مليون تركي آل الشيخ سعادة المستشار مع حظ جميع الالقاب اللي وعدهم اذا حققوا البطولة غير الهدايا الاخرى ان شاء الله اللي بيحصنون عليها وهم قدها هم قدها باذن الله تعالى وصلوا بالسلامة الى المغرب واستقبلهم الصراحة استقبال جميل سعادة السفير السعودي في المملكة المغربية كان باستقبالهم عند باب الطائرة وهذا الشيء بحد ذاته يرفع المعنوية ويحسسهم بالمسؤولية وكلا يحمس ويرفع المعنوية طريقته فشكرا سعادة السفير على استقبال نادي الاتحاد عند في المطار وعند باب الطائرة ايضا كابتن الطائرة اول شيء قبل كابتن الطائرة شراكم بالطيارة بالله عليكم شراكم بالطيارة يا سلام من قدكم يا الاتحادية شها الحلاوة شها زين كلها والله انها طيارة اللي صمم الصراحة اشهد انها صمم ترى مو بصدقية بعض الاخوان لا يتحرر انها صدقية لا مو صدقية كابتن الطائرة اتمنى التوفيق للاتحاد وقالها بس استغرفت منهم صراحة كانوا باردين يعني لو انكم صفقتوا انتوا يا لعيبة ولا سويتوا جو ولا سويتوا لنا شيء خلنشوف الكابتن ونرجع ثاني مرة ما في شك ما في شك ان الجميع مع الاتحاد الجميع يشجع الاتحاد الجميع يساهم في رفع معنوية الاتحاد صاحب سمو الملك الامير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز له الحب والتكدير والاحترام رئيس نادي الهلال السابق اتكلم وبقول شو قال بعد شوي لكن خلح احط لكم الان بالفيديو سامي الجابر الهلالي الكابتن الكوتش البرنس شو قال عن نادي الاتحاد ونرجع ثاني مرة يا احلى والله وسهلا الله يوفق الاتحاد ان شاء الله اللهم معمين ان شاء الله هذول النمور لك حقا هذا مشجع اتحادي العصارة من الله اكيد بشعورنا القلوب يعطيهم حقا الله يسلم المطيبين امتالك الله يحب يدعونهم ضاربك ان شاء الله الكلمة على الاتحاد ما في شك الكلمة على الاتحاد وقلوبنا معاهم باذن الله تعالى يكونون عند حسن ظن حسن ظنه فيهم يوم السبت المباراة ساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية بتكلم عن تشكيله بتكلم عن كل التفاصيل كل صغيرة وكبيرة معالي المستشار تركيا للشيخ والرسالة اللي وجهها لرئيس نادي الاتحاد ولنائب الرئيس كل شيء كل شيء كل شيء بتكلم عنه خلو اذكركم في البداية اللي يحب ان الحلقات توصلها على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الارقام الظاهر عمانكم على الشاشة وما يصير خاطركم الا طيب يا اغلى ما املكنت والله يحفظكم قسم بالله صرتولي اقرب من هالي صرتولي اسرة صرتولي حاجة جميلة في الحياة الله يبارك فيكم لا وانا اشوف فيديوهاتكم اللي ترسنونها للمسابقة والله العظيم اني ابتسم وقول الله يحفظكم الله يسعدكم اشوف اشكال اشوف ابتسامات اشوف ناس رائعين واكتر من رائعين وبعرضهم كلهم بإذن الله تعالى في وقت ما نخلص من المسابقة بالنسبة للجروب التليجرام تعرفون خلاص انه سوينا للجروب اللي بيقترح علينا مواضيع حلقات اللي بارسلنا فيديوهات اللي بارسل اعداد حلقات وايضا الشباب والخوات اللي ما يحبون ان ارقامهم الخاصة تطلع يشتركون في جروب التليجرام اللينك موجود في اسفل الفيديو نرسل الحلقات هناك اول باول بإذن الله تعالى المسابقة لتوقع نتيجة النصر وضمك ما زالت شغالة في المنتدى ثلاثة مرشحين للجائزة روحوا واختاروا اللي تبغونه يفوز عندكم لغاية بكرة الساعة 10 التوقيت السعودية اما بالنسبة للمسابقة الجديدة اللي حطها الاستاذ محمد الاحمد اللي يعطيه الصحة والعافية لها الحب والتقدير والاحترام 500 ريال سعودي كاش للي يتوقع صح نتيجة مبارات الفيحة والفتح كل المطلوب منك يا حبيبي انت يا تاج راسي يلي مخبليني بالواتساب يلي مجننيني يلي مطلعين لي مبنخ خلفي راسي يلي مطلعين لي عزبة غاف غاف اتوقع نتيجة المبارات لا تقول اتوقع فوز الفيحة مش محسوب لا تقول اتوقع تعادل مش محسوب قول نتيجة صريحة اتوقع فوز الفيحة اثنين واحد اتوقع فوز الفتح ثلاثة صفر اتوقعها تعادل واحد واحد اثنين اثنين صفر صفر حدد بعد ما تسجل نفسك فيديو ارسل هذا الفيديو على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وانجبتها صح لك 500 الاستاذ محمد الاحمد الله يعطيه الصحة والعافية والله يوفقكم اجمعين ويجعلنا عند حصن ظنكم يا رب العالمين تنطلق امبارات الاتحاد والرجاء في المملكة المغربية اللي لها الحب والتقدير والاحترام ولملكها الحب والتقدير والاحترام ولشعبها العزيز والغالي الحب والتقدير والاحترام المغار بيزينهم الله يحفظهم يا رب العالمين في مدينة الرباط على ملعب مولاي عبدالله بالرباط يوم السبت القادم الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويأمل الفريقين بالحصول على اللقب وبداية موسم رائعة ببطولة كبيرة وللعلم جائزة البطولة تقريباً من 22 إلى 23 مليون ريال هذا يعتبر مبلغ ضخم جداً ويساعد الأندية في دفع الديون والرواتب والمستحقات والأمور هذه كلها هذا غير الفرحة المعنوية العالية ببداية موسم ببطولة هذا بحد ذاته شيء رائع وأكثر مرائع وتعطي الجمهور الثقة تزيد الجمهور في الملعب يذكر أن في هذه البطولة مسموح بخمس أجانب فقط وليس سبع أجانب بيغيب عن المباراة بشكل مؤكد المحترف المصري أحمد حجازي بسبب الإيقاف والحصول على ثلاث بطاقات صفر وليتك ما حصلت عليهم لكن قدر الله وما شاء فعل آخرها في الدور النصف نهائي أمام الشباب لكن أصر عليهم أن يبقى يسافر ويحضر معهم هناك في المغرب عشان يحمس رفعة ويرفع مع نوياتهم شكراً لك يا حجازي رائع وأكثر من رائع وكان كورنادو مع البعثة وقد يشارك فيما أصر الموقف عن المباراة أحمد حجازي للحضور والسفر مع الفريق لتحفيزهم مثل ما قلت لكم قبل شوي وقال معالي المستشار تركيا آل الشيخ عبر تويتر غرت قائلاً تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبد العزيز بن تركيا الفيصل لحضور نهائي كأس البطولة العربية كأس جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يا رب تسمح الظروف وكون حاضر قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزته وبيض الله وجهك والله يعطيك صح والعافية وتقول والطول ويلا يا الرابع هذا نوع من النوع عرف المعنوية وتستاهلون وبإذن الله بإذن الله أنكم تفوزون وتأخذون الكاس ورد رئيس نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحايل يعلم عالي المستشار تركيا آل الشيخ وكتب بإذن الله تسمح الظروف معاليك نتمنى حضورك كنت ولازلت من أكبر الدعمين لنا شخصياً ولا ننسى وقفاتك ويا رب الكاس من نصيب الاتحاد آمين يا رب العالمين أيضاً نائب رئيس الاتحاد الأستاذ أحمد كعكي رد على معالي المستشار تركيا آل الشيخ وغرت قائلاً معالي المستشار تركيا آل الشيخ عهدناك دائماً يتسابق عندك الدعم المعنوي والمالي وأياديك البيضاء طالت الجميع وتزيدنا تحفيزاً في نادي الاتحاد أن نتطلع لتحقيق البطولات شكراً من الأعماق ومن كل الاتحاديين شكراً وامتناناً وأيضاً قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد من عبد العزيز رئيس نادي الهلال السابق عبر تويتر يا رب فرحنا بالبطولة ويرجعون إن شاء الله بالكاس وكان رد رئيس الاتحاد أنمار الحائلة على الأمير عبد الرحمن بن مساعد اللهم آمين يا رب الله يكتبها من نصيب الاتحاد شكراً لك يا سمو الأمير دعم غير مستغرب منك حافظك الله ويعد نادي الاتحاد السعودي آخر بطل سعودي حقق كأس البطولة العربية في سنة 2005 بهدفين الأسطورة السعودية والعربية والآسيوية محمد نور شوفوا الأمر كيف يمشي وشوفوا كيف الوقت يمشي بسرعة 16 سنة لم تستطيع الأندية السعودية تحقيق البطولة العربية أصبحت عقدة فهل يكسرها الاتحاد في هذا اللقاء ويرجع للمملكة العربية السعودية ويفرحها عن بكرة أبيها باللقب بالتوفيق لنادي الوطن العميد قدها النمور قدها وانتوا بإذن الله تعالى على موعد مع الأفراح والمسارات والليالي الملاح انزين شو أبا أقول لكم بعد تشكيلة الفريق المتوقعة خلقوا لكم تشكيلة الفريق المتوقعة قروهي في حراسة المرمى عمر هساوي قلب دفاع حمدان الشمراني قلب دفاع سعود عبد الحميد ظهير أيمن وسعود ننتظر منك الكثير يا حبيبي لا نوصيك عاد الشنقيطي ظهير أيسر المالكي محور الأحمدي محور كورنادو صالع لعب وراح تكون المشاركة الأولى وانت قدها يا كورنادو فهد المولد جناح أيمن رومارينو مهاجم قاري جناح أيسر خلقوا لكم كيف وصل الاتحاد إلى النهائي الاتحاد وصل للنهائي بعد الفوز في الدور الـ 32 أمام العهد اللبناني بنتيجة 3-0 ذهاب وإياب ثم تخطى الوصل الإماراتي في الدور الـ 16 بالفوز ذهاب 2-1 والفوز إياب 2-0 وفي ربع النهائي أقصى النمور أولمبيك أسفي بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع مبارتين ذهاب والإياب وأخيرا في نصف النهائي اتعادل أمام الشباب السعودي إيابا 2-2 ثم فاز ذهابا 2-1 ووصل للنهائي بالتوفيق يا رب العالمين للاتحاد بالتوفيق والله أنا متفاعل خير مستانس مبسوط وإن شاء الله تعالى ما يعني إن شاء الله أنكم بترجعون والكاس بيتكم وكلنا نفرح ونستانس يا رب العالمين لكن هل تعتقدون إن فريق الرجاء المغربي بهذه السهولة؟ هل تعتقدون إن جمهوره بهذه السهولة؟ لا والله جمهور كبير جمهور خطير والمباراة في أرضهم وبين جمهورهم لذلك مش الحذر مرة ولا مرتين بل الحذر ألف مرة والغلطة لا تغتفر نحاول على قد ما نقدر في الملعب نبتعد عن الأخطاء الفردية على قدر المستطاع اتوكلوا على الله ثقوا بأنفسكم وإنتوا داخلين الملعب قولوا بسم الله وإن شاء الله إن شاء الله التوفيق فالكم وفي النهاية إن فازوا بنقول لهم مبروكن ما فازوا بنقول لهم هارتلك وتبقى كرة قدم تبقى مباراة يبقى نهائي أكيد نتمنى فيه الفوز لكن في النهاية الفوز وارد والخسارة واردة بالتوفيق للكل يا رب العالمين وإن شاء الله إن شاء الله الإتحاد يفرحونا ويعيشونا أيام جميلة ورائعة وأكثر من رائعة وغير غير الفوز إن شاء الله نشوف أداء ممتع خاصة أن كورنادو يلعب أول مرة أريد أذكركم مرة ثانية أنا حطيت تسجيل صوتي ولا ما حطيت؟ والله العظيم مادري من الحماس مادري إذا حطيت ولا لا إذا حطيت خير وبركة إذا ما حطيت بحطها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى اللي يبقى الحلقات توصلنا على الواتساب يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الأرقام ظهرها أمامكم على الشاشة قروب التليجرام خلاص عرفتوا ليش مسوينا المسابقة الأستاذ محمد الأحمد الله يعطيه الصحة والعافية على فكرة كثيرين يقولون ليش مصورينا من الخلف لأنه قال لا تحطون صورتي فهذه صورة رمزية لا أكثر ولا أقل قلنا لأ طيب نحط سنابك نحط موقع التواصل الاجتماعي قال أبد أبد أنا حاب بالبرنامج وحابك أنت شخصيا يطارق وحاب أدعمك الله يجزاك خير وحبك الله الذي أحببتني فيه والله العظيم مشاهدين ومتابعين يستاهلون كل خير هذه دعوة لكل اللي تابعنا يبا يحط جوائز يتواصل معنا نبا مفرح خلق الله والله ينباههم يستنسون الله يسعدهم دنيا وآخرة اللي ما اشترك في المسابقة إلى الآن وحاب يشترك يمسك جواله ويصور نفسه فيديو يتوقع نتيجة مباراة الفيحة والفتح ويرسل هذا الفيديو على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وبالتوفيق للكل يا رب العالمين لا تنسوني من صالح دعاكم ادعوا للاتحاج نالله يوفقه وإن شاء الله يرجعو لنا بالبطولة وبالكاسة الغالية والله يصلحكم بارك فيكم يطرح فيكم البركة ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة